نروح لشهادات 25% العائد السنوي والتين وعشرين ونص الشهري واللي طبعاً يعني حققت مبيعات هيلة حصيلة يعني يمكن آخر رقم عرفناها 460 مليار جنيه يعني يمكن لو كتكملت شوية كتتقرب كمان من النص تريليون فمبلغ كبير جداً من أول ما اتطرحت في بداية يناير وحتى النهاردة خلاص توقفت خلاص الشهادات سواء من البنك الآلي أو بنك مصر وحتى البنك القاهرة اللي كان دخل حديثاً يعني على المبادرة أو يعني على الشهادات الجديدة 25% كمان البنك القاهرة كمان خلاص مش هيصدر تاني هذه الشهادات ولكن السؤال إلى أي مدى الشهادات دي حققت المرجو منها وقت طرحها أو التفكير في طرحها في أربع يناير في أول الشهر يعني من 26 يوم أو 27 يوم تقريباً دكتور صهر الدماطي الخبير المصري في نائب رئيس بنك مصر السابق أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك جداً أهلاً بحضرتك أنه هو كان يقبح التدخل يقلم التدخل وبالتالي ده كان نبنى واحد بالنسبة لهذه الشهادات الشهادات زي ما حتى بوضح قائد 460 مليار ولكن الجزء القوي في الموضوع أن حوالي 75 ألف شخص دخلوا من خارج القهاز المصرفي أول مرة يدخلوا الجهاز المصرفي حسابات جديدة يعني فراش خالص حسابات جديدة فراش فانس فراش جديدة جداً وبالتالي الرقم اللي دخل من خارج القهاز المصرفي 25 مليار جنيه وده يعتبر الحقيقة رقم قويس ونص الرقم تقريباً الترح في شهر وقص تقريباً اه تقريباً فيعتبر الحقيقة رقم قويس جديدة تأثير ده حارك شايفية زي كمصرفية يعني طبعاً يعني بخبرة اقتصادية كبيرة شايفها تأثير ده على امتصاص التضخم خلال الشهر اللي فات ولا لسه يعني ما ندارش نحكم لسه يعني لا شوف حضرتك طبعاً مشاكل عام الرؤية ما زالت ضبابية بالنسبة لي الاقتصاد يعني لسه العالم كله بيعانوا المشاكل المشاكل ده احنا فيها الدولة بتعمل قطعة علشان تقدر تتعامل مع كافة المشاكل الاقتصادية الموجودة وعملت كتير سواء السراتيجية مؤتمرات اقتصادية توقيع مع صندوق النقل الدولي الوصول لخطة اصلاح جديدة تطبيق سعر فايدة مارك تطبيق نظر من خلال الباك المركزي ومزارة المالية جديدة ففيه شغل كبير قوي تعمل خلال الفترة الفايدة ولكن ما يخص التضخم لازم نقول حضرتك حاجة التضخم ده كان بالنسبة لنا مستورد من الخاج نسيجة ارتفاع اسعار النفس واسعار الجزاء العالمية من بدخلات الانتاج والشحن وتوقف سلاسل الانتاج والكلام ده كله فده كان بالنسبة لنا احنا مستوردين هذا التضخم مضبوط حقيقة الامور خفلت شوية ولكن ما زال التضخم بالنسبة لنا الشهر ده 24.5% وده يعتبر رقم عالي جداً وما فيش شك برضه احنا دخلين على فترة حيبقى فيها احتمالين زيادة في الاسعار اللي احنا نسميها اللجنة بتاعة البنزين الرمضان داخل وفي ناس الطلب بيبقى زيادة الطلب بيبقى زيادة وبالتالي ده بيقاتش الى زيادات في الاسعار لكن حالك شايفة ان الرقم ده ده معناها ان الناس بطرع مازالت الناس بطرع ان من افضل او اقمن مصادر الاستثمار او صوب الاستثمار هي البروك او مشاهدات الادخار في البروك يعني واضح مازال من خلال الرقم اللي اتطرح ربا ناري ستين ميلار على الاقل يعني بصا هنهدع الرقم ده رقم كبير نمرة واحد موجود في البنوك يعني مجنون للناس وانا هتكلم بصراحة شوانا الناس اللي بتروح للمستريح عشان كانت تتمنى تحقق 25% كانت بتروح كون السرق صح اللي هم المتين وخمسة مليار اللي دخلوا جديد المتين وخمسة دور خيالي دور كان هروحوا للمستريحين يا دكتورة يعني متينو خمسة مليار اه ده كل اسبوع حياتك عندك مستريح وحياتك دلوقتي بتدخل في شهادة مضمونة مضمونة من البنوك بالبنك المركزي بتحققها لك 25% طب فين ده بان فلا يعتبر الحقيقة استثمار جيد جدا جدا كان بالنسبة للجلس وحقيقة انتهت ولكن نرجع نقول ان ما زال فيه بعض الشاغت في السوق بأسعار كويسة سواء في البنك التجاري او بانك قطر فحنا نلاقي الشام اه وفيه 17 وربع و18 وده أرقام طبع أرقام عالية وأرقام كويسة طبعا شاكر جدا وجود حرك معنا دكتور صاهر دماطي الخبيب المصرفي نائب رئيس بنك مصرف السابق شكرا لحضرتك